مراجعة سريعة لقواعد الوحدة الاولى لصف الثالث الثانوي اول حاجة بتقابلنا هي الرياضات والالعاب فبنشوف اهم الرياضات والالعاب الرياضة ومكان الرياضة والادوات المستخدمة في الرياضة اول الرياضة هي الكرة القدم تلعب فين؟ تلعب في ملعب نحتاج في كرة القدم كرة الطائرة تلعب في صالة الالعاب نحتاج فيها ان بالون وان فيلي كرة وفيلي اللي هي الشبكة الهندوبول الهندوبول كرة اليد تلعب في صالة الالعاب وكما نحتاج فيها ان بالون كرة وان بو المرمى الذي يقف في حارس المرمى كرة اليد الرياضة هي البسكتبول كرة السلة تلعب في الصالة ونحتاج فيها ان بالون وان بانيه كرة وانيه كرة الجيمناستيك الألعاب البدنية نفسها تلعب في جيمناس ونحتاج فيها ان ميو د 총 جيمناستيك يعني ميو للعب الألعاب البدنية أو التربية البدنية لجودو لعبة جودو تلعب اجام في صالة الألعاب ومحتاجين فيها البدلة المستخدمة في اللعب اللي هي الكيمونو نلاحظ حاجة هنا ان في اكتر من لعبة بتتلعب في صالة الالعاب كل الالعاب دي فعلا بتتلعب في صالة الالعاب طبعا مش شرط ان كلهم في صالة الالعاب واحدة على حسب مساحات كل صالة طبعا الرياض اللي بعد كده هي لغجبي لغجبي اللي هي كرة القدم الامريكية بتتلعب في صالة الالعاب وبنحتاج فيها كرة الرجبي كرة الرجبي نفسها هي كرة شكلها مختلف عن كرة القدم او اي كرة تاني هي كرة بيبدأ شكلها بيضاوي الى حد ما طيب التنس التنس بتتلعب فين؟ سور الكور اللي هو ملعب التنس اسمه كور محتاجين فيها اون بالة كورة بالة يعني كورة صغيرة كورة التنس وكمان دي راكات دي راكات مضارب الرياض اللي بعدها لسيكليزم لسيكليزم رياضة ركوب الدراجات بتتلعب سور لاغوت سور لاغوت يعني في او على الطريق او في الطريق محتاجين فيها ان فيلو ان فيلو دراجة لكيت سورف لكيت سورف اللي هي التزحلق على الماء باستخدام الطائرة الشراعية او الطائرة الورقية آسف التزحلق على الماء باستخدام الطائرة الورقية بتتلعب فين؟ سور لامار على البحر ومحتاجين فيها يون بلانش يون بلانش اللي هو لوح التزلق الرياض اللي بعدها ليكيتاسيون ليكيتاسيون اللي هي الفروسية والمكان بتاعها ألا كامبانيا ألا كامبانيا يعني في الريف وخلي بالكو كمان ان رياضة الفروسية مش بس بتتلاقي في الريف ولكن لها مكان مخصص هو مضمار السباق بتاع الخيول المضمار ده اسمه إيبو درام إيبو درام هنلاقي الكلمة دين موجودة في كتاب الشرح بعدها طبعا بتتلعب ألا كامبانيا محتاجين فيها ايه عشان نلعب فروسية وركوب الخيل محتاجين خيل محتاجين حصان اللعبة الأخيرة لناتاسيون لناتاسيون السباحة بنلعابها فين ألا بيسين في حمام السباحة ومحتاجين ميو سباحة الجوز اللي بعد كده هو استخدام الفعل فار والفعل جوي أمام الألعاب الرياضية نفتكر مع بعض ان الفعل فار بياخد معا أدوات تجزئة والفعل جوي بياخد معا حرف الجر A وخواته يلا بقى ناخد أمثلة على الفعل فار بقول جيفي دو تينيس جيفي دو تينيس جيفي دو تينيس أنا بمارس التينيس نلاحظ حاجة كلمة فار المراضي بمعنى يمارس بمعنى يمارس مش يعمل فبقول أنا أمارس التينيس هنا التينيس مفرد مذكر عشان كده خدت معاها دات التجزئة دو لو قلت تاني جيفي دو لا ناتاسيون أنا بمارس السباحة كلمة السباحة هنا مفرد مؤنث عشان كده اخترت معاها دو لا المثال الثالث جيفي ديليكيتاشيون أنا بمارس الفروسية كلمة الفروسية هنا مسبوقة أو مبدوقة بحرف متحرك عشان كده اخترت معاها دو لا بستخف تمام؟ ده بالنسبة للفعل فاع أما الفعل جويه فدايما بيأتي بعده حرف الجر A واخواته مين هم اخواته؟ أو وآلا وآلا بستخف وآلا بستخف وآلا بستخف وآلا بستخف وآلا بستخف هي معناها يلعب فعلا جوجو أو تينيس شكرا جوجو أو تينيس يعني أنا ألعب التينيس المراضي كلمة جوي خدت حرف الجر O كلمة O تأتي أمام الألعاب المفرد المذكر عشان كده تينيس مفرد مذكر اخترت معاها O ممكن أقول حاجة تاني جوجو ألا بيطانك جوجو ألا بيطانك يعني أنا ألعب الكرة الحديدية بيطانك هي الكرة الحديدية اللي إحنا مش فاكرها لو أنت مش فاكرها هي عبارة عن كرة حديد أو مجموعة كور حديد بتتلعب بشاكوش بتتضرب بشاكوش كده على الأرض شبه لعبة الجولف طبعا الكرة الحديدية ما بتطرش مسافات طويلة زي الكرة بتاعت الجولف وإلا ممكن تخبط في حدة مويته تمام؟ طيب ملحوظة إحنا ممكن ما نستخدمش فاير وجوي أساسا الله بعد ما تكلمنا عنه الكلام ده كله ما نستخدمهمش ممكن أستخدم أفعال أخرى للتعبير عن الرياضة فمثلا أقول بدل ما أقول إِلْفَيْدُ لَا نَعْتَشُونَ إِلْفَيْدُ لَا نَعْتَشُونَ بدل ما أقول إِلْفَيْدُ لَا نَعْتَشُونَ يعني هو يمارس ركوب الخيل ممكن أقول إِلْمُونْتْ أَ شِفَالَ إِلْمُونْتْ أَ شِفَالَ يعني هو يعمل إيه؟ يركب على الخيل طيب نلاحظ حاجة تاني أفعال الرغبة لا يأتي بعدها أدوات تجزئة أو حروف جر وما ليأتي بعدها إيه؟ يأتي بعدها أدوات التعريف إيه هي أفعال الرغبة؟ الأفعال اللي معناها أنك بتحب الرياضة أو بتكره الرياضة اللي هي زي يكره يفضل يمارس يحب يعشق بعد هذه الأدوات يأتي بعد هذه الأفعال يأتي أداة أدوات التعريف ناخد مثال أفعال الرغبة يعني أنا أمارس التنس أفعال الرغبة يعني أنا أفضل الرغبة ما هو الرغبة الرغبة؟ التزحلق على اللوحة التزحلق اللي هو المربوط في الشرع نعم تمام؟ يبقى لا بلونش أفوال أتزحلق باللوحة الشرعية ممكن أقول جدتست أنا أكره البوكس أو يعني أنا أعمل أعشق ركوب الخير ملحوظة هامة جدا سجوة سجوة أفك سجوة أفك سجوة أفك يعني تلعب بي تلعب بي خلي بالك من الترجمة وبعد بي تأتي أداة الرياضة اللي بيتلعب بها الرياضة أما سجوة بي تلعب بواسطة أو بي برضو لكن المرة دي بعد أ يأتي عضو من أعضاء جسم الإنسان نخد مثال على دي ومثال على دي بقول سجوة أفك نخد مثال عليها سجوة سجوة أفك أفك هذه الرياضة تلعب بي بي سلة السلة دي هي الأداة بتاعة الرياضة فخدت معاها سجوة أفك أما سجوة أ يعني تلعب بي بس بعدها عضو من أعضاء جسم الإنسان فأقول سجوة أفك سجوة أفك أما أ أو بي يعني تلعب باليد و بالقدم طيب فين حرف الجر أ عند كلمة ألماء ودينا شايفينه أما عند كلمة بي فين حرف الجر أ هنا أقول لك حرف الجر أ مستخبي جوة أو لأن أ زائد ل تساوي أو فبدلا ما أقول أ ل بي بي يعني بالقدم أعمل إضغام ما بين أ زائد ل تساوي أو فأقول أو بي يعني بالقدم تمام؟ نخلي بالنا من الرياضتين هاندوبول و يوجا الهاندوبول واليوجا ما ينفعش يجي قبلهم حاجة فيها أبستخف يعني ولا ينفع يجو قبلهم إلا أبستخف ولا د إلا أبستخف ولا أ إلا أبستخف ولكن يأتي قبلهم ل و د و أو ما تطلق بطش إن يكون إنك تقول إيه إن الإجراج بتاعة يوجا حرف متحرك والهاندوبول ده حرف القش الصامت يعني يعمل معاملة الحروف المتحركة يبقى أختار حاجة فيها إلا أبستخف لا حالات شازة الهاندوبول واليوجا الاتنين دول بستخدم معهم ل و د و ناخد مثال إل في د يوغا يعني هو يمارس اليوغا المراضي د ي كاملة مش ده أبستخف ولا د إلا أبستخف إل جو و هاندوبول إل جو هو يلعب الهاندوبول هاندوبول المراضي خدت حرف القرر أو اللي هو آ ي مثال أخير إل بخاتيك ليوغا هو يمارس اليوغا هنا كلمة يوغا تبدأ بحرف متحرك ولكن استخدمت معها ل الكاملة بعد كده بنتكلم عن أنواع الرياضات عندنا رياضات كلاسيكية ورياضات أكستخيم ما يجيش على دماغك أن كلمة كلاسيكية عن المقصود بها أن هي قديمة لا المقصود بها أن هي رياضات لا تمثل خطورة ما فيهاش خطورة تمام فالرياضات الكلاسيكية اسمها فالرياضات الكلاسيكية اسمها دي سبار كلاسيك مثل مين لتونيس لسيكليزم اللي هي ركوب الدراجات لهاندوبول 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 لهفوتبول كرة القدم كل دي رياضات ما فيهاش خطورة يعني ما فيهاش حد بيتضرب أو بيموت أو بيتعور إصابات بالغة طبعا في كرة القدم أحيانا بيكون فيه إصابات بالغة ولكن مش ده هو الأساس مش ده هو المعتاد المعتاد إن اللعيبة بتتشانكل وبتقع وبتقوم عادي الدنيا إنما ما فيش إصابات اللي هي خطيرة قوي إلا في حدود طيب أما الرياضات الاكستخام اللي هي الرياضات الخطرة اللي هي ممارثتها تمثل خطورة وغالبا ما تكون ألعاب فردية تمام؟ زي لالوت المصارعة المصارعة بيوصل فيها بعض الناس إن هما بيموتوا الإسكريم اللي هي المبرزة بالسيف الكاراتي الكاراتي الدلتا بلان الدلتا بلان اللي هي رياضة ركوب الطائرة الشراعية دي رياضات خطيرة طيب تعالي بقى نتكلم عن اقتراح وأنشطة اقتراح أنشطة والرد بالكبول أو الرفض تمام؟ يعني أنت مع أصحابك بتقترح اقتراح يلا مثلا نلعب كاراتي فزميلك بيردوا عليك تعالي نشوف الحكاية دي إزاي تقترح؟ عندك ثلاث طرق للإقتراح الإقتراح الأول وبعدين سا ت دي سا ت دي أو سا فو دي سا فو دي أو سا ت دي سا ت دي يعني مناسب معك سا فو دي يعني مناسب معكم يعني أنت بتقول الاقتراح في الأول وبعدين تقول هل يناسبك؟ مناسب معاك؟ أو مناسب معاكم؟ تمام؟ ناخد مثال أستد إلى الاستاد سا ت دي مناسب معاك؟ طيب الاقتراح بالطريقة الثانية إنك تقول سا ت دي أو سا فو دي في الأول وبعدين الاقتراح سا ت دي أستاد يعني مناسب معاك إلى الاستاد أما الطريقة الثالثة هي سا ت دي د يعني مناسب معاك أن وبعد الن يأتي المصدر بعد د يأتي المصدر ناخد مثال ستدي ضلي أستد ستدي ضلي أستد يعني مناسب معاك أن نذهب أو الذهاب إلى الأستد طيب لو قبلت الاقتراح تقول إيه تقول واحدة من الجمل اللي هقولها لك دلوقتي oui c'est une bonne idée أيوة دي فكرة جميلة oui je veux bien نعم أريد ذلك oui oui d'accord يعني نعم نعم أو أيوة موافق أو oui bien sûr نعم بكل تأكيد c'est super هذا رائع c'est génial هذا عبقري وي يعني حسنن أو نعم أما لو قبلت أما لو رفضت الاقتراح أتقول نو سا نمديريان سا نمديريان يعني هذا لا يناسبني أو نو يعني لعاني لعب غريد أو لعب آفون نو أبس على جميع وأبس على قليلة يعني لعب غريد أو من كنت أقول نو أبس على قليلة لا أشهر يا لعب غريد أريد نو من كنت أقول نو لا شكرا ممكن تقول بوف أو بوف هذه هي كلمة بمعنى لا يهم أو مش عايز الاقتراح أو الرفض الأخير هو كذا كذا يعني انت بترفض الاقتراح بتقول نو وبعدين بتفضل بتقول انا افضل اني اعمل كذا كذا وبكذا نكون شرحنا شرح سريع لقواعد الوحدة الأولى من الصف الثالث الثانوي